السلام عليكم مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء معكم عبد المجيد في قناة Perfume Space اليوم أحضرنا لكم عطر جديد العطر هذا عنده مدام لخارج للسوق Yes I am the king لوب Perfume العطر هذا أنتج ليكون من بين أفضل البدائل في السوق لعطر بلودو شانيل شركة جي بارليس الفرنسية لطالما عودتنا بمحاكاة للعطر بصفة كبيرة جدا ونقاء للعطر يوجد كثير من العطر لأبارتنا فيهم صراحة مثلا لومنوار أنتونس الشبيه بعطر ديور أومانتونس أو عطر إيدول لانوي أيضا شبي بيديور أومانتونس أو إيدول فورمان أرماني شبيه العطر لأنتجت هذه الدار اسمه ميدنايت إمباري الذي يحاكي بصفة كبيرة على كل حال نرجع لعطر Yes I am the king أنا الحين ما جبت لكم العطر في حد ذاته جبت لكم الفابيراجاتور سبري لأن العطر سوف يحكي لكم قصة قصتي معه Yes I am the king الأوريجينال يعني العطر يأتي بعبود زجاجية بسعة مئة ميلي ويشبه بلودو شانيل تركيز الأودو بارفوم الموجود في السوق بنسبة شديدة جدا وبنسبة كبيرة أنا أحضرت معي اليوم عندي Yes I am the king لبارفوم هذه نسخة الفابيراجاتور سبري يعني هذه أنتجت أيضا من الشركة ليكون مدعم للعثر يعني لما تستعمل العثر استعمل أيضا الفابيراجاتور سبري ليكون عندك لونجيفيتي وسياج أكبر يعني وحتى هذه يمكن استعمالها وحدها يعني تقدر تفي بالغرب يمكن استعمالها Yes I am the king يعني كما قلت لكم بهذه العبوة عبوة الفابيراجاتور سبري بسعة 250 مليليتر ديودورو 250 مليليليتر يعني نفس الرائحة أنتونس رجالي متى ما تشوف معنا هنا عطر Yes I am the king لبارفوم لما ترشو في الوهلة الأولى رايح تشم نوطات يعني ما شاء الله هو عنده الخط العطري Aromatic خشبي Argym العطر هذا دار نجاح كبير في السوق نتيجة للأداء انتاعه والاستعمال السهل وكثرة الأوقات التي يمكن فيها استعمال العطر وكثرة المناسبات يعني العطر هذا لما تستعمله يمكن لك استعماله في طوال فترة النهار وطوال مدومتك أو أي شيء يعني يصلح لعندك فرح تستعمله إلى عندك عمل تستعمله إلى أنت خارج مع أصدقائك تستعمله في المنزل تستعمله يعني العطر هذا يعتبر متعدد الاستعمالات بصفة كبيرة جدا أول ما ترش العطر في الوهلة الأولى راح تشم رائحة الليمون ورائحة نوادو كاسكاد والكورياندر في الافتتاحية في قلب العطر بعد أربع ساعة أو عشرين دقيقة راح تشم روائح من الطونكا والعفاندر والآيرس والفيولي والآيرس مدي للعطر يعني رائحة بودريانو عن ما خفيفة جدا يعني حبكة العطر هذا حبكة جيدة جدا و يعني بالصراحة يعني عطر ناجح من جميع المقاييس وفي قاعدة العطر راح تشم رائحة دخانية بعد ما يستقر العطر ويجف نطة العلية راح تشم رائحة البخور يعني بخور مع المسك مع خشب الصنطال و لمحة من الفيتيفر يعني مثل ما قلت لكم العطر هذا يمتاز أيضا ب بلونجيفيتي لونجيفيتي يعني جيدة الصياج نشوفه متوسط ولكن بالنسبة للتوليفة العطر في حد ذاتها توليفة جيدة جدا يعني عطر محبوب محبوب كتير متعدد الاستعمال يعني يصلح لجميع الاستعمالات الاستعمالات اليومية أنا نشوف بأنه صفقة رابحة والقصة اللي حكيت لكم عليها كيف أني حاليا استعمل الفابورات وما عندي الباطل لأنه كان عندي صديقي شمم فيها رائحة العطر يعني وعجبوا العطر كتير قال لي يعبد المنجيد أعطيني العطر هذا يعني وأنا تعرفوني لم أقدر يعني ما أحكم العطر نجيب العطر نستعملها ونمدها هكذا أعطيته العطر هذا وحاليا هو يستعمل يعني وعجبه الحمد لله أنه هذه هي الفرحان تاعي وأنا نبغي نجرب العطور كتير وإن شاء الله دائما لما نجيب عطور الحمد لكم وراجعات ورح تعجبكم إن شاء الله وفي الأخير من قغير نقول لكم شكرا على المشاهدة وفعلوا جرد تنبيهات واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد السلام عليكم شكرا على المشاهدة